ما دلوش تشخيص اكده مباشرة فيها شروط ماشي اللي يجي يحبي دير تشخيص وعليش حبي تدير تشخيص تقول مواطن بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا رخصت وزارة الصحة لصيادلة الخواص اجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا وهذا وفق اسعار تتراوح ما بين الف الى الف وخمسمائة دينار وبكواشف سريعة كانت 12 الف صيدالية في القطن الوطني 12 الف صيدالية متوجدة في كل القرى والمدن وفي كل احياء الوطن وهي في متناول المواطنين ليلا نهارا كان منوابتها في الليل كان ايام جمعة ايام السبت وفي اي وقت من النهار ويقوم بهذا التشخيص الصيادلة فقط اما الصيادلة المساعدين مش اشخاص اخرى يعني الناس مؤهلين من طرف وزارة الصحة المواطنين رحبوا بهذا القرار لان اول حاجة مهمة جدا السعر انخفض كان سعر التشخيص كي نرى في الاماكن الاخرى ما شاهد في الصيداليات كان 3000 دينار انخفض مباشرة الى 1500 دينار على حساب التاست يعني كان تاست صنع جزائيلي مستورد كان من 1500 دينار من هنا تبدأ عملية التشخيص النظافة تعد عاملا مهما في الكشف عن الفيروس يقوم هذا الصيدالي بادخال المجس في الانف لاخذ عينة المخاط لتحليلها مدة الكشف مهمة للتشخيص وهي 10 دقائق لاعطاء النتيجة النهائية ناول الوقت اللازم بش نشوف النتيجة على الفحص وما نسرعوش بش نكتبو النتيجة هذه كان وقت 15 دقائق حتى 15 دقيقة في اطار التكوين بتاعنا نأخذ كل احتياطات للماريض والصيدالي اما الصيدالي المساعد اما الماريض اللي يجي مرض الماريض الاول باش يكون النظافات تامة نستعمل قفازات نستعمل الماسك يعني النوعين الففبي دولنا الماسك العادي ونقوم بالتطهير قبل وبعد العملية ونقوم بالتشخيص وذلك لأتفادي اي خطر على المواطن على الصيدالي وذلك لبحاربة هذا الوباء ونقصه من تنقل التعو خاصة في مكان التشخيص حاجة مهمة جدا والصيادلات هم متكونين لهذا الشيء الترخيص للصيادلة الخواص للقيام بالتشخيص عن فيروس كورونا يعد خطوة مهمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا اشتركوا في القناة